السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برامج استوديو سهيل نسلط الضوء في هذا البرامج على مختلف الأحداث والقضايا بالإضافة إلى رصد متابعة وتفاعلات وكتابات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والبداية من تفاصيل خبر أهلا بكم إلى تفاصيل خبر خدمة ستارلينك خطوة ضرورية نحو تحرير اليمن الإلكتروني من سيطرة وتجسس الحوثيين حيث خلال سنوات الحرم استغلت ميليشيا الحوثي الإرهابية سيطرتها على قطاع الإنترنت والاتصالات في خدمة أغراضها العسكرية وفي استثمار حاجة العملاء المشتركين والعدام الشركات المنافسة والمستقلة في المحافظات المحررة لتقديم أردأ خدمة بأبطأ سرعة لكن بأسعار جنونية تعد هي الأعلى في الشرق الأوسط لأسوأ خدمة على مستوى العالم دعونا نتابع التفاصيل تحرير اليمن إلكترونيا من قبضة التحكم الحوثي المركزي بقطاع الإنترنت خطوة حكومية وإن تأخرت لسنوات إلا أنها تعد ضربة متقدمة لكسر الاحتكار الحوثي وتقليم أظافر الإرهاب الإيراني المعادي لليمن وعد عن الإثراء الاستغلالي لخدمة الإنترنت والاتصالات بواقع أكثر من ملياري دولار تجنيها الميليشيا كأرباح سنوية فقد عانى اليمنيون كثيرا من جرائم التنصت والتجسس الحوثي المنتهك للخصوصيات الشخصية والعائلية ووظفت الميليشيا شبكة النت كسلاح عسكري ووسيلة أمنية اعتقلت عبرها مئات الأبرياء لمجرد التأويل بنظرية المؤامرة لرسائل واتصالات لاسلكية عادية جدا وأمكن للميليشيا عبر التحكم المطلق بشبكة النت اليمنية من إدارة التجارة المحرمة مع التنظيمات الإرهابية الأخرى عبر الدهاليز السفلية لعالم الداركويب وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب الدولي إلى جانب تحقيق اختراقات وتحديد إحداثيات دقيقة لاستهداف قيادات عسكرية وشخصيات رسمية هامة في الدولة وأدارت الميليشيا عبر الإنترنت خلايا الإرهاب ضد مأرب وتعز وبقية المحافظات ويأتي إطلاق الحكومة خدمة الإنترنت الفضائي عبر الأقمر الصناعية وشركة ستارلينك العالمية لتقديم خدمات بأسرع تدفق وبأسعار تنفسية مناسبة وسيكون لهذه الخدمة المواكبة لأحدث تقنيات الإنترنت في العالم أثر استراتيجي في تحرير قواعد البيانات للمنظمات والأفراد وإفقاد الميليشيا أسخى قنوات التمويل للمجهود الحربي ومعروف أن من يتحكم بشبكة المعلومات في الحرب يضمن نصف المعركة لصالحه إذن هذا هو خبر التدشين الذي أعلنته الحكومة اليمنية عن خدمة ستارلينك عبر المؤسسة العامة للاتصالات وفي ذات السياق كان لليمنيين رأي عن كيف استقبل اليمنيون حول تدشين الحكومة لمشروع الإنترنت الفضائي في المناطق المحررة ومع الزميل هادي الحربي مشروع تدشين النت الفضائي يمثل استعادة للسيادة الوطنية على قضية الإتصالات والمواصلات الإتصالات طبعا عندما نراحظ الآن الميليشيات الحوذية مسيطرة تماما عن قضية الإنترنت الإنترنت الأرضي تماما تحت سيدرتها ولذلك هذا سيكون مشروع بديل وطموح إذا كان يفي بالغرض يعني يكون ذات جودة عالية في السرعة في الأداء في هذا فسوف نستفيد منه استفادة كبيرة لأنه أصبح من أركان الدولة وامتلاكها لقرارها الانترنت وسائل الإتصالات وسائل المواصلات ولذلك هذه أصبحت الآن في العصر الحديث ركن من أركان الدولة ذات السيادة ذات القرارات التي تختص بها الدولة وتستطيع إصطارها دون تأثير خارجي سواء كانت المؤثر عدوًا أم صديق هذا الانفصال عن الشبكات التابعة للحوثي أو للمناطق سيدرت الحوثي فهذا يعتبر تحرر تكنولوجي جديد وله عدة نجاحات من الناحية الأمنية من كل النواحي فالناحية الأمنية يعني يعتبر نجاح واستقلالية في الانترنت وهذا يعني يعتبر ولو كان حتى فيها الخضوات الأمنية فهي خضوات إيجابية وهذا ما نريده يعني في كل المجالات مش في مجال الانترنت فقط إذا تم تدشين مشروع الانترنت الفضائي فهي يعتبر مشروع عملاق عندنا في اليمن خصوصا هنا في مارب يعني خصوصا في المناطق هذه مثلما مارب والمناطق هذه الصحراوية هنا نعاني دائما يعني من من عدم الانترنت دائما الفرقي طبعا يعني يعتبر تبع يمن موبايل لا بأس إنما الانترنت الفضائي يعتبر أعم وأشمل فأنا يعني أنا بالنسبة أحيي هذا المشروع ونرحب بهذا المشروع الكبير العملاق دائما هذا مشروع يعني بإذن الله يكون ناجح بإذن الله يعني إذا صدقت النواية بإذن الله يكون ناجح في هذه المحافظة أو في كل المحافظة قد شانت الحكومة مشروع الانترنت الفضائي وهذه الخطوة ستكون منها فوائد كبيرة جدا أولا ستكون بداية انطلاقة لتحرير الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية الأمر الآخر هي عبارة عن خطوة للأمام نحو تكنولوجيا أفضل ونحو انترنت أفضل وهذا يساعد على نشر الوعي وأيضا يستطيع الناس أن يتعلموا عبر الانترنت وأن يستفيدوا من الانترنت رغم أن الانترنت سلاح ذو حدين لكن نعتقد بأن من يحسن استخدام الانترنت سيكون هذا التتشين الجديد هو عبارة عن خدمة كبيرة تقدمها الحكومة للمجتمع التتشين الانت الفضائي الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة الشرعية يمثل نقلة نوعية من ناحية الانفتاح على العالم الخارجي بشبكة بنت عالي الجودة وسرعة فائقة وأيضا يعتبر الخروج من تحت رحمة الميليشيات الحوثية المسيطرة على الاتصالات من العاصمة المحتلة صنعة فهذه نقلة جيدة وخطوة ممتازة من قبل الحكومة الشرعية إذن ترحيب شعبي بهذا التتشين لخدمة ستارلينك للانترنت الفضائي مشاهدي الكرام من تفاصيل الخبر إلى وسم اليمن أهلا بكم إلى وسم اليمن نرصد لكم أبرز تفاعلات اليمنين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا والأحداث والمواقف أبرز الهاشتاغات المتداولة لدى اليمنين في منصة إكس وبقية المنصات حيث كان وسم اليمن الأبرز عن الحديدة تغرق والحوثي ينهب واتهام تستغيث واتهام المنكوبة والحديدة تستغيث كل هذه الهاشتاغات جميعها تصب في هدف واحد في نقل المأساة الإنسانية التي لحقت بأبناء اتهامه جراء الفيضانات المريعة التي جرفت المنازل والمزارع والطرقات والتي تسببت بمأساة لا مثيل لها نبدأ بأسياسي محمد السمان حيث كتب تغريدة فيها نداء عاجل واستغاثة لكل مسؤول يمني ولكل ضمير إنساني تهامة تمر بمنخفض جوي كبير حالة سيول جارفة وكارثة إنسانية كبيرة جراء هذا المنخفض أما الصحفية العربية رول القط فقد كتبت عن تهامة عن تهامة المنكوبة قائلة تهامة تواجه مصيبتين الأولى هي كارثة ميليشي الحوث التي تسببت في نهب وتدمير وتجويع ومنعت المساعدات عن أهلها وزرعت الألغام في الأرض أما الثانية فهي كارثة السيول والأمطار والميليشي الآن تتجاهل تماما أفعالها بحق شعب تهامة وتدعي أن هذه الأزمات من عند الله هي من عند الله لكن غياب الدولة وبقاء هذه العصابة اللصوصية تنهب وتسرق وتدمر وتفقخ وتعمل الخنادق التي تسببت أيضا بكارثة أخرى هي أشد ياسر الرعيني الوزير السابق يكتب أيضا عن إغاثة الحديدة إغاثة الحديدة واجب وطني وإقليمي ودولي وإنساني الحوثي جماعة إرهابية لا تعنيها معاناة الناس وأوجاعهم ولا يجب أن يترك أبناء اتهامة وحدهم في هذه الكارثة الكثير من المؤسسات الإنسانية أوقفت أعمالها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بسبب الاختطافات التي طالت موظفيها في صنعاء يجب أن لا نسمح للحوثي بمنع وصول المساعدات ويجب أن تصل الإغاثة والمساعدات إلى المحتاجين والمتضررين المنكوبين وكيل وزارة العدل القاضي فيصل المجيد يتحدث عن ما أحدثته هذه السيول والأمطار من نكبة على الحديدة يقول بسبب الأمطار وما تلاها من سيول غزيرة نكبة الحديدة وقد زادت الأضرار بحفر الحوث للخنادق والأنفاق تحت الببان وفي معظم شوارع ومدن الحديدة وهي تعيق تدفق المياه وتزيد من خطر الفيضانات بالإضافة إلى ذلك قامت بإغلاق منافذ السيول بالحواجز والعوائق العسكرية ما أدى إلى زيادة المعاناة أما هزاع البيل فقد كتب عن كوارث اليمن ما هي كوارث اليمن؟ دعونا نتابع ما كتب كل كوارث اليمن تبدأ بالميليشيا الحوثية وتنتهي بها وسترون أنهم لن يقدموا شيئا لأهالينا في تهام وسينتظرون الإغاثات لنهبها كما يحدث دائما صور توجع القلب أما الإعلام أحمد الصباحي فقد كتب في رسالة حزينة إلى تهام يقول صباح الخير يا تهام الحزينة اللهم لا تجمع لها بين نكبتين نكبة الفيضانات ونكبة الحوثي أما مطنوخ مأرب فقد أيضا ابتهل إلى الله لتهام قائلا اللهم لطفك ورحمتك بأبناء تهامة فيما حل بهم من فيضانات فأنت أرحم بهم منا فإن الوضع في اليمن يا رب كما تراه العين بصيرة كما تراه العين بصيرة واليد قصيرة الدكتور ياسر الشرعبي كتب عن الكارثة التي تتجسدها الحوثية وعن ما تخطط له من استثمار هذه الكارثة والنكبة التي حلت باتهامة قائلا الكارثة الحوثية تخطط لاستثمار كارثة السيول التي حلت في الحديدة يجب أن تطلق حملة شعبية لا علاقة لها بالميليشيا التي لا تجيد سوى النهب والمتاجرة إذا سمعتم الحوثيين يصرخون ويناشدون ويدعون إلى حملات إغاثة فاعلموا أنهم يخططون للنهب مانع المطري كتب عن الحديدة عن تخطيطها الحضري قائلا تم تخطيط مدينة الحديدة بطريقة حضرية حديثة وشهدت تطورا كبيرا أيام الرئيس الحمدي وظلت بالنسبة للنظام السياسي اليمني عروس البحر الأحمر وكانت البنية التحتية قادرة على مواجهة الكوارث نسبيا وعندما ابتليت بالحوثي حول شوارعها إلى خنادق ودمرها أما أصيل السقلدي فقد نشر صورا خاصة من الحديدة المنكوبة يدعو فيها المنظمات إلى التدخل قائلا صور خاصة من الحديدة المنكوبة ندعو المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المواطنين وتقديم لهم العون والضغط على الميليشيا الحوثية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة وتسليمها مباشرة للمواطنين دون أي قيود ميليشاوية أما رحل الكويتي الميموني فقد كتب عن ما حصل في الحديدة ووصفها بالفاجعة قائلا فاجعة إنسانية السيول تجرف العشش في تهام اليمن بعوائلها والوضع كارثي اللهم الطف بأهل الحديدة وتهام يا كريم أما زميل وليد المعلمي فقد تحدث أو كتب تغريدة لقد رواجا عن ما أحدثته سيول الأمطار لقرى تهام قائلا أنباء عن جرف سيول الأمطار لقرى بأكملها في تهام وللعلم تهام أغلب البيوت فيها من القش أو الطين والحال كذلك في الحديدة وحجة سيول جارفة وخسائر كبيرة اللهم كن بعونهم أما محمد العولقي فقد تحدث عن الكارثتين التي تعرضت لها الحديدة قائلا الحديدة تعرضت لكارثتين الأولى احتلال ميليشيا الحوثي للمحافظة والثانية الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها وأدت السيول إلى جرف كل ما في طريقها من بشر وحجر نسأل الله أن يكون في عونهم أما في التغريدة الثانية فقد أيضا كتبها في التغريدة التالية كتبها الصحفي علي العقبي يقول الحديدة تعاني من نكبة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي جرفت مساكن ومزارع ومواشي المواطنين الميليشيا الحوثية مشغولة بعمليات القرصنة في البحر ولا وجود لأي تحرك من المنظمات للتعامل مع الوضع الكارثي بعد فرض الحوث القيود على العمل الإنساني واختطاف عدد من العاملين فيه الصحفي حسن الفقيه كتب يدعو فيها المحافظات القريبة والمجاورة التي لم يمسها المطر أو الكوارث قائلا على المحافظات القريبة والمجاورة أن تهبى لنجدة تهامة نجدة أخوية ومجتمعية من واقع المقدور والحال فاليمني معروف بالشهامة والنخوة والنجدة اليمني لليمني في العسرة والشدة وأما الأوباش فلا يهمهم إلا التكسب والمتاجرة مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية واسم اليمن وإلى حكاية بوست أهلا بكم إلى حكاية بوست ننقب لكم في هذه الفقرة عن أكثر المنشورات والتغريدات تفاعلا لدى اليمنيين والتي حظيت بردود أفعال وأثارت جدلا في الأوساط اليمنية وفي السوشيال ميديا نبدأ بما قالته الإعلامية الجزائرية آنية حيث تحدثت في تغريدة لها عن أن الحوثيين ليسوا شيعة وأكدت بذلك أن هذه معلومة أن هذه معلومة فقط ولست أنتقص أو أرفع أحدا الحوثيون ليسوا شيعة معلومة يجهلها كثيرون هل الحوثيون ليسوا شيعة؟ تساءلت ولكن الإجابة كانت يعني عارمة حيث شهدت التغريدة تفاعلا كبيرا بنصف مليون مشاهدة وبمئات الإجابات التي تؤكد لهذه الصحفية الجزائرية عن حقيقة الحوثية نبدأ بما رد عليه الصحفي العراقي مصطفى كامل بقوله في رده على الإعلامية الجزائرية بأن هذه المعلومة خاطئة وقد أكد لها قائلا معلومة خاطئة في الأصل الحوثيون في اليمن شيعة لكنهم زيديون من أتباع زيد بن علي بن الحسين لكنهم الآن شيعة إثنى عشرية لا يختلفون عن شيعة العراقي والكويت والبحرين مثلا أما الشيخ حمود العشبي فقد أيضا رد عن تعريف الحوثية ما هي الحوثية قائلا في تغريدة له في رده الزيدية هي ثوب هاشمي فقط يكذبون على الشيعة أنهم منهم ويكذبون على السنة أنهم إليهم وحقيقة هاشمية سياسية لا دين لهم أما المحامي فيصل المجيدي فقد أيضا أجاب بأنهم شيعة وأثبت ذلك بإيمانهم وممارساتهم والطقوصهم قائلا الحوثي هم شيعة ويؤمنون بالولاية وأصبح البعض منهم إثنى عشرية وهناك ابتعاث إلى قم الدكتور أحمد الهلالي يقول أن الحوثيين شيعة ولكنهم من درجة منخفضة هكذا تسميهم إيران قائلا الدكتور أحمد الهلالي هم شيعة محتقرون درجة عاشرة يسمونهم شيعة الشوارع نتذكر تلك التصريحات التي أطلقها أحد قادة إيران بأن الحوثيين مجرد شيعة شوارع وبعض الشيعة يكفرهم ويلعنهم ولخدمة المشروع الفارسي يستخدمونهم كالمرتزقة من غير الشيعة ولا يبالون بما يصيبهم أما سلطان يقول أنهم جميعهم خارج نطاق الإنسانية والبشرية باعتبار سلوكهم وأفعالهم وجرائمهم قائلا جميعهم مسخ لا تستطيع تحديد مذهبهم وعقدتهم كلما نعرف بأنهم بغال للفرس لأن من يستهدف مكة بالصواريخ والمسيرات ويتخذ من المساجد مكانا لتعاطي القات والرقص ويدمر مساجد أهل السنة مستحيل يكون مسلم أما ثناء محمد أبا الخيل فقد قالت أجابة أنها لا تكترث بأن يكون شيعة أو غير شيعة لكنهم في الحقيقة هم جماعة إرهابية قائلة هم جماعات إرهابية يجب القضاء عليهم بغض النظر شيعة أو ليسوا شيعة أما تسنيم فقد أكدت أن هذه المعلومة غير صحيحة حيث تتحدث هي من اليمن قائلة ومن قال لك هذه المعلومة الغير صحيحة أنا في اليمن ولم أكن أعرف أن هناك طائفة شيعية في بلدي إلا من بعد دخول الحوثيين والذين بدأوا الآن فعلا تشيع الشعب من خلال تغيير المناهج والخطب في الجوامع أتمنى منكم أن تنتقوا الدقة أو أن أي وأن تنتقوا الدقة في أخباركم والدماء العربية كلها غالية الحوثي قتل ودمر من الكثير أما الصحفي ماري بالورد فنختتم به حيث أكد أن هذه المعلومة غير صحيحة قائلاً غير صحيح أي قراءة بسيطة في تاريخهم ستقود للنتيجة المعروفة لنا وهي أنهم جزء من الشيعة سواء كانوا زيدية أم جاروذية مشاهد الكرام وإلى فيديو تريند أهلا بكم إلى فيديو تريند فيديو تريند في هذه الحلقة يرصد المأساة وتفاصيلها التي لحقت بأهلنا في تهامة في حجة في بعض مديريات حجة وفي الحديدة وبعض مديريات الساحل بتعس إذن نحن أمام ساعات كثيفة من المطر الغزير من الفيضانات التي جرفت المنازل والمزارع والتي جرفت قرى بأكملها لأن قرى التهميين بسيطة وسهلة لأنها من القش فما تتعرض له تهامة هي مأساة يجب على كل يمني وعلى كل إنسان أن يقف مع أهل تهامة خمس ساعات مطر يا رب هكذا دعا رجل مسن وهو يبتهل إلى الله بأن يرحمهم وأن يلطف بهم خمس ساعات البيوت غرقت هكذا قال المسن وهو يستغيث بالدعاء لرفع الأمطار المستمرة منذ ساعات في الحديدة بعدما أغرقت الشوارع بعدما أغرقت الشوارع والقرى وألحقت أضرارا لا تزال مجهولة حتى اللحظة لا يوجد إحصائيات عما حدث من مأساة وكارثة باتهامة دعونا نتابع هذا الفيديو يا رب يكفي يكفي يا رحم الراحمين أسألك بسمعك الحزنة وصفاتك قالوا لا خمس ساعات مطر يا رب غيرك حلائبانك الضعظة اللهم جعله نكاحا ولا تجعله عقليما ولا تجعله وبا يا رحم الراحمين اللهم ارحمحنا برحمتك واغفرنا بغفرانك واسكرحنا فسيح قناتك يا رحم الراحمين خمس ساعات مبيوت غرقم لا إله إلا الله الواحد وكهار أسألك بأسمعك الحزنة وصفاتك قالوا لا لا تردحنا خائبين يا الله يا الله أما الزميل الصحفي عصام بالغيث فقد أيضا نشر مقطعا يرصد السيول التي تجرف الأبقار والعشش وهناك ضحايا ربما لم يتم مشاهدتهم قائلا في هذه التغريدة المقطع يذكر أن الناس تشاهد السيول تغريدة التي كتبها عصام المقطع يذكر أن الناس تشاهد السيول وهي تجرف الأبقار والعشش وربما هناك ضحايا لم يتم مشاهدته أو المقطع يذكر السيول الجارفة في مدينة الحديدة ومديرياتها الشمالية وصولا إلى المديريات التابعة لمحافظة حج الناس عاجزة عن التدخل وكذلك في المديريات الجنوبية وصولا إلى المخ دعونا نتابع موسيقى موسيقى نتابع أما القيل اليماني فقد كتب عن تهام التي ترزح بينك كارثتين قائلا تهام بين كارثتين كارثة الحوث الذي عاث فيها نهبا وتدميرا وتجويعا وحرم أهلها من المساعدات ولغم الشجرة والحجرة وبين كارثة السيول والأمطار ربنا رحماك في أهلنا بالحديدة واتهامه أما في المنبر اليمني للدراسات والإعلام في تغريدة له عن فيديو هذا ما تبقى من أثار المنازل التي جرفتها السيول في مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة دعونا نتابع هذا الفيديو اشتركوا في القناة أسم الله المنازل دمرت لا إله إلا الله المشهد مروع كانت هنا منازل لكنها بقيت قاعا صفصفا في شبكة إنجاز أيضا نشرت في صفحتها على تويتر أو على منصة X اتهامة صباح اليوم السيول جرفت منازل المواطنين المبنية من الشجر والقش بالكامل وأما في ختام هذه الفقرة راشد معروف أيضا كتب على منصة X كل شيء هنا يغرق وتحول اتهامة إلى بحر إلى بحر آخر هي بجوار بحر لكنها تحولت إلى بحر آخر نسأل الله اللطفة لاتهامة وأهلها ترجمة نانسي قنقر